نروح مع حضراتكم للوقت لوزارة الداخلية اللي بدأت في تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكباري اعتبارا من بداية العام الجديد لرصد المخالفات الخاصة بالانتظار الخاطئ واللي ممكن لقدر الله تتسبب في وقوع حوادث وتعيق الحرقة المرورية نروح مع حضراتكم نشوف هذا التقرير ونطلع فاصل ونرجع بعد كده نكمل الكلام الطرق هي شرايون الحياة والتنمية على أرض الوطن حققت الدولة في إنشائها طفرة كبيرة في أمانها وتساعها وكفاءتها ليصل المواطنون لوجهتهم في أمان وفي أقل وقت وفي إطار المتابعة الميدانية للحركة المرورية على هذه الطرق والمحاور بهدف تحقيق أقصى درجات السيولة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات فقد تم رصد سلوكيات خاطئة لبعض قائد المركبات تتعلق بالانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكبار والتي تتسبب في وجود تكدسات مرورية وحوادث نتيجة لإعاقة الحركة المرورية من هذا المنطلق فقد استحدثت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية بمطالع ومنازل الكبار لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ التي يرتكبها بعض قائد المركبات وتتسبب في أعاقة الحركة المرورية إضافة إلى الحوادث والتكدسات الناجمة هذه المنظومة سيتم تفعيلها اعتبارا من بداية العام الجديد وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بقواعد المرور من خلال تجنب الانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكبار حيث سيتم الرصد الإلكتروني الفوري لتلك المخالفة حفاظا على الأرواح والممتلكات ولتحقيق السيولة المرورية اشتركوا في القناة